خط الدفاع الأول لمواجهة كورونا في الإنعاش هؤلاء ملائكة الرحمة كما يصفونهم أو الأياد البيضاء التي ساعدت الجميع في مأربة بسخاء لم تجد من يساعد رئتيها على التنفس من يصدق مختلف حتى الموت في زمن كورونا ومجعة هي نهاياته أيضا نجد أن خط الدفاع الأول من الأطباء والكادر هم أكثر العرض للإصابة وأكثر الذين تجدهم نتيجة اختلاطهم في المرضى ينتشر وباء كورونا المستجد وتتزايد حالات الإصابة به ليس في أوساط المواطنين وحسب فالطواقم الطبية أيضا تخضع للحجر الصحي بعد تسجيل أربع وفيات في صفوف الكادر الطبي في المحافظة بينهم جراح يحمل الجنسية الروسية والتأكد من إصابة أكثر من عشرين طبيبا بالوباء هنا مركز العزل الرئيس الذي يتوسط مدينة مأرب حيث يشكل الأطباء فيه من انعدام أدوات ووسائل السلامة علاوة عن افتقار المركز لأجهزة التنفس الصناعي وجهاز البي سي آر الخاص بفحص كورونا والمحاليل الخاصة به معنا أكثر من عشرين حالة من الأطباء ذات التخصصات الكبيرة مصابين بكورونا أربع وفيات بينهم جنسية روسية نحتاج إلى جهاز البي سي آر هناك نقص شديد في أو شبه انعدام لأجهزة التنفس الاصطناعي ناشد جميع الجهات المعنية من مثل الوزارة ونظمة صحة العالمية ونظمات المهتمة بإسنادنا بالعدد الكافي من الوسائل الحماية الشخصية للكادر الصحي عندما تمتد الجائحة إلى الطواقم الطبية يغضو الوضع الصحي مهددا أو يوشك على الانهيار هكذا يكشف كوفيدة 19 عن المأساة التي يواجهها النظام الصحي المتغالك أصلا ليس في محافظة مأربة وحدها وإنما في اليمن مع اتساع رقعة الصراع وسط مناشدات السلطات المحلية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه حرب وأوبئة ومجاعة تلوح في الأفق يتأرجح فيها اليمنيون منذ خمس سنوات ولم يكن ينقصهم سوى جائحة كورونا العابر للقارات والذي قد لا يترك اليمن بخير وسط غياب الدولة وتوغل الجماعات والميليشيات المسلحة المدعومة إقليميا ودوليا بينما تفتقر المنظومة الصحية لأبسط جوانب الدعم الضرورية علي الجرادي قناة بلقيس مارك